يعني زي ما بنقول المعهد القلبي القومي ده صرح طبي وتعليمي كبير على خريطة الصحة في مصر المعهد مش بيقوم بدوره في الخدمة الصحية فقط يعني بمعنى إيه؟ أنه هو يقدر خدمة لمريض قلب محتاج ياخد علاج أو دواء أو محتاج يعمل عملية أو يدخل أسطرة قلب أو يتب حجزه فرعات مركزة في حالة من حالات المرض اللي تستوجب ذلك لكن إحنا بنقوله أنه معهد القلبي القومي بجانب تقديمه للخدمة الصحية بمستواتها الثلاثة المستوى الثالث إلى جانب المستوى الثاني والمستوى الأول كذلك بيقوم بدور بحسي كبير وده بينعكس على خريطة الصحة في مصر والأبحاث اللي بيقدمها معهد القلب في الفترة الأخيرة متمشية مع رؤية الدولة أن يكون لها ترجمة على أرض الواقع مفيدة نقدر نستغلها في عمل إحصاءات عمل بيانات تخدمنا في أن نحن نقي المجتمع المصري شر المرض القلب معهد القلب بقى من ضمن الأنشطة التوعوية والمجتمعية بتاعته إحنا اطلاق فكرة حماية قلب الرياضيين بصفة عامة معهد القلب ممكن يقدم إيه في المجال ده وممكن يقدم إيه لحماية قلب الرياضيين خصوصاً أنه مع قوة الميديا الحديثة ومع تسليط الأضواء على إصابات الملاعب واللي تخص القلب أقصد مش بتكلم بقى على إصابات العضلية أو التي تتعلقها بالعظام ولكن سقوط اللاعبين فجأة في الملاعب سكتة قلبية موت مفاجئ ده خلنا نصالة الأضواء ويبقى فيه اهتمام من جانب المسؤولين الكبار في وزارة الصحة وكمان وزارة الشباب والرياضة على تقويت وتدريم هذا المنحة وهذا الاتجاه القصة بقى أن نحن عندنا هنا في معهد القلب وحدة الطب الرياضي والتدريب وحدة الطب الرياضي والتدريب دي لها أنشطة ملحوظة وقوية جداً وتحصى بثقة المجتمع المصري علشان هم عارفين أنهم جايين لأهل التخصص وأهل الخبر البرنامج ده بقى بيشمل فحوصات بيشمل تحاليل طبية بيشمل فحوصات متقدمة للقلب كل الهدف من دقي أن أنا أحمي الرياضيين في كافة الملاعب المحلية والمحافل الدولية من الإصابة بأزمات القلب المفاجأة اللي ممكن تهدد حياتهم أو تنهي حياتهم دور معهد القلب هنا كبير الناس ليه بتيجي معهد القلب لأنه بيت الخبرة وبيت التخصص ويحوي زي ما بنقول كده المدربين اللي في مجال أمراض القلب كمان عندهم شهادات عالمية من شهادات مصرية يعني دكتور هاني الشيلي كمان هو مدرب واعتمد لجمعية القلب الأمريكية في مصر والشرق الأوسط والشمال الأفريقية فيما يخص دورات لنعاش القلبي البدائي والمتقد ترجمة نانسي قنقر